معتز عبد الفتح هل بعض الناس يشعرون باقتراب أجلهم؟ فقد سمعت قصصا كثيرا بأن هناك شخصا قام بزيارة كل أقاربه وسلم عليهم وطلب عفوهم وبعد ساعات قلع الفارق الحياة يا معتز ختم الله لي ولك ولمن يسمع هذا الكلام بالحسنى يا أخي الكريم الموت يأتي بغتة والذين يستأذنون هم الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وأما الإنسان العاقل فإنه في كل لحظة ينبغي أن يشعر بدنوي أجله وخاصة من زاد عمره على الأربعين فإن الأربعين هي بلوغ الأشد ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في السفول والضعف ومن بلغ الأربعين فلم يغلب خيره شرة فليتجهز للنار وأما أبناء الستين فقدنا الحصد كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أعمار أمة بين الستين والسبعين وقل من يجوز ذلك أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة سعادة أجمعين ترجمة نانسي قنقر